صفاته غريبة علم بصفات لا يعلمها إلا الأنبياء وأصحاب العلم من الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم استوحشه وأنكر أفعاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد القضاء عليه أمام النبي لم ينزل الله فيه قولا فصلا بأنه المسيح الدجال جميع الصحابة شكوا في أمره لكنه أسلم بعد رحيل الرسول فمن هو الصحابي الذي شك النبي أنه المسيح الدجال والدته حملت به 12 شهرا كاملة وصيحته حينما ولد كانت صيحة صغير يبلغ من العمر شهرا بل وصفاته كصبي تخالف جميع الصبية في المدينة فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شك في أمره لكسرة الصفات التي تقترب من أنها صفات المسيح الدجال إنه الصحابي عبد الله بن صياد الذي روى للرسول أشياء شك معها النبي بأنه المسيح الدجال فحينما سأله عن تربة الجنة أجابه وحينما سأله عن عرش إبليس قال أراه أشكوك باتت تراود النبي محمد حول هذا الصبي العجيب فما أن يسأله عن أشياء من الغيبيات إلا ويجيب عنها بل إنه حينما استفسر منه عن تصديقه لرسالته لم يجب إجابة واضحة فبات عبد الله بن صياد محل الشك الأكبر لدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه المسيح الدجال فأخبره حينما سأله أتؤمن أن رسول الله قال بل أنت نبي الأميين رسائل تشكيكية كبرى من ابن صياد إلى النبي الأعجب أن رسول تعجب من معرفاته بأمور غيبية لا يكاد يعلمها إلا الدجال لكن حينما طلب عمر بن الخطاب من النبي القضاء عليه منعه الرسول لم يترك النبي الأمر دون أن يعلم ما أمر هذا الصبي الغريب فالصفات الموجودة به غير بشرية فمن الممكن أن يكون الدجال لكنه كيف سيكون هو والمأمور بالقضاء عليه هو السيد المسيح عليه السلام حاول النبي أن يفك لغزها من خلال تكليف الصحابي أبي ذر فأرسله إلى أم ابن الصياد ليستفسر عن حملها به فضلا عن صفاته العجيبة فقالت والدته إنها حملت به 12 شهرا كاملة وصيحته كانت كصغير يبلغ من العمر شهرا حينما ولدت بل وإنه يفعل أشياء غريبة لكن النبي حينما عاد إليه أبو ذر بهذه الإجابات أراد أن يسأله ليعرف من هو خرج النبي مع جمع من الصحابة وكان معه عمر بن الخطاب قاصدا عبد الله بن الصياد فحينما وجده وكان لم يبلغ الحلم وقتها فسأله إن خبأ له خبيئة أيعرفه؟ فأجابه ابن الصياد الدخ الذي قال عنه ابن الصياد هو الدخان الذي سيخرج في آخر الزمان فهو من علامات القيامة فضلا عن أنه أخبر النبي بأن تربة الجنة من الدرمكة فالدرمكة التي أخبر عنها هي الدقيق الأبيض المختلط برائحة المسك لكن النبي نهى عمر بن الخطاب عن القضاء عليه بسبب أنه ليس الدجال لأنه هناك جان أو شيطان يساعده على معرفة كل تلك المعلومات بل إن الموكل به هو السيد المسيح عليه السلام فلا خير في قضاء عمر عليه لكن الأمر الأكثر ذهولا في عهد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحينما التقى ابن الصياد وأغضبه انتفخ وأصبح يسد الطريق فلا يستطيع أحد المرورة وظل هكذا إلى أن استوحشه كل أهل المدينة أنذاك فلما سأل عبد الله بن عمر شقيقته السيدة حفصة أم المؤمنين عنه قالت إن النبي حذر الجميع منه لكن رغم كل هذا أسلم ابن الصياد وذهب إلى الحج لأداء المناسك